ذكرت لنا قصة طالوت وجالوت وداود بنو إسرائيل كالربنا سبحانه وتعالى جعل منهم قسم صبت قبيلة عائلة منها الأنبياء وقسم وصبت وعائلة منها الملوك الأنبياء مسؤولون عن التشريعات والأوامر والنواهي الإلهية الملوك مسؤولون عن الإدارة والتنظيم والدفاع عن الأوطان والحفاظ على البلاد مر عليهم مدة من الزمن هزموا هزيمة كبيرة جدا وأخذ منهم تابوت سيدنا موسى وكان التابوت فيه بركة وفيه سكينة وفيه طمأنينة ومعه بفضل الله عز وجل النصر فأعداؤهم هزموهم هزيمة كبيرة جدا وكان من أفجع الأمور أنهم أخذوا بعض أولادهم أسرى وتردوهم من ديارهم وأخذوا التابوت فصاروا في زل شديد ومضت عليهم أعوام على ذلك فمجموعة من بني إسرائيل راحك لنبي عندهم النبي ده اسمه شمويل شيل ميم واو يا شمويل يا نبي الله عيّل لنا ملك علشان يضربنا ونعمل جيش ونقاتل أعداءنا نسترد أرضنا ونسترد ولادنا فشمويل قال لهم أنه أنتوا هتخافوا أنتوا فيكم جبن كبير لو عيّلنا لكم ملك وفرض عليكم القتال أخاف أنتوا تجبونوا عن القتال قالوا له إزاي من أتلشي واتخذت أرضنا وولدنا أسرى فلابد أن تعيّل لنا ملك فالنبي دعا ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى عيّن لهم ملك ليس من قسم الملوك فالقسم اللي كان موجود الصبت اللي كان موجود ما فيهوش حد مؤهل لأن يكون ملك يقود بني إسرائيل للحرب من هو هذا الملك؟ طالوت وقيل سمي طالوت لأنه كان طويل طوال كده وقوي وعنده علم وقوة فالملئ النبي قال لهم ربنا اختار ليكم طالوت قالوا له لا 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 نحن مش موافقين إزايب أهو الملك علينا وليس من صبت الملوك ومش زينا في كذا وكذا فقال لهم إن الله اختاره وربنا جعله آية قالوا له طب إيه الآية؟ إنه الملك ده اللي اختاره ربنا طبعا ده فيه سوء أدب أنتم تكلموا مع مين؟ ده نبي من أنبياء الله قال لهم طيب العلامة والدليل على اختيار ربنا لهذا الملك إن ربنا يجعل الملايكة تخالق ناس بيشوفوا الملايكة ناس بيشوفوا آيات ربنا قدامهم اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم إيه الحكاية دي؟ وبعدين اضرب بعصاك الحجر يتفتح الحجر مش عين واحدة إطناشر عين وكل عين معروفة دي بتعمين قد علم كل أناس من شرابهم إيه الحكاية؟ ومع ذلك المشكلة أنهم لم يؤمنوا كثير منهم يعني طيب الآية إيه؟ العلامة إيه؟ الدليل إيه؟ المعجزة إيه؟ معجزة قال لهم الملايكة هتجيب لكم التابوت المعقول التابوت يرجع لنا كده ننتصر بإذن الله طيب مين هيجيب التابوت؟ قال لهم الملايكة وهتشوفوا الملايكة ويجيلكم التابوت فجاءت الملائكة بالتابوت قالوا له خلاص طالوت هو الملك طالوت دربهم تدريب عظيم جدا عمل جيش تمانين ألف مقاتل تمانين ألف مقاتل قوي جدا جدا أهم حاجة في الجندي السمع والطاعة حتى ولو لم تفهم الأمر لندي الجندية الحقيقية السمع والطاعة والسرية طبعا فدربهم وأخذهم ومضى لقتال الأعداء ليسترد الأرض ويسترد الأولاد فعد عطشه جدا مشه في صحراء ربنا أراد ذلك أصابهم عطش ضخم جدا 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 طب هم عطشانين اللي امتحان بقى أي من قدم فينا كده ربنا رزقك بمال هتمتحن بفئير يقولك الديني طبعا ربنا رزقك بصح هتمتحن بضعيف اوعى تظلمه ربنا رزقك بعلم هتمتحن فيه ربنا رزقك بسيارة هتمتحن فيه طالما فيه النعمة لابد من الامتحان صحيح إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعمل أحنا عايشين في الدنيا الخير فتنة ده مش كده وبس ده احنا مع بعض فتنة فتنة يعني امتحان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فانتبهوا الله يرضيكم دي نقطة مهمة وصلوا للنهر نهر عزب حلو مية جميلة رقراقة وهم هيموتوا من العطش النبي قال لهم محدش يشرب اللي هيشرب يبقى مش معايا واللي هيسمع كلامي يبقى معايا جندي والحكمة كانت هنا من ايه اختبار للطاعة عارف حضرتك نحن سمعنا وقطعنا الله يلا وهو ده الجندي هو الجندي هيقول للقائد اقنعني اقعد حاضر قوم حاضر اصحى الفجر حاضر نام الساعة كذا حاضر مكانك محدش يمدي ايده الأكل موجود مدي يدك حاضر فيش حاجة اسمها يقنعني ده جندي جندي يعني سمعنا وقطعنا ودي الجندية الحقيقية فقال لهم محدش يشرب طب اللي عطشان قوي ونتو عطشانين جدا خد تصبيرة غرفة بايدك اشرب ايه شوية كده بايدك بس طب المشكلة كلهم شربوا اللي عدد قليل جدا 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 لا يجاوز التلات تلاف من تمانين ألف العدد اللي سمع الكلام كان قليلا وكان جندي جندي لما عدوا البحر لقوا جنود جالوت اللي واخد منهم الأرض والأولاد جنود ضخمة جدا قالوا يا خبر بيض عددهم كبير واحنا عددنا قليل قال لهم كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مش بالعدد مش بالعدد ده بالإيمان والارتباط بالله والأغز بالأسباب بدأت المعركة جالوت بدأ يجول في المعركة ويقول هل من مبارز مين يقدر يطلع لي مين يطلع تمام فيها نوع من الاستعراض والتكبر فبرز ليه مين سيدنا داود سيدنا طالوت الملك بيقول لهم من يبارز جالوت قالوا له لا حدش قال لهم طيب من يبارز جالوت وأزوجه ابنتي ويكون ملكا بعدي قالوا له من يضمن ده اللي هيبرز وهاي تيتل لا طال لا طال كده ولا كده فعلا حصل فداود قال له أنا أنا اللي بارزه فبرز سيدنا داود وكان سيدنا داود في الوقت ده راعي غنم وأستاذ نشان مقلاع النشان ده فلما برز لجالوت جالوت حدش شئت له بطل مغوار قوي فارس ضخم ما أجمل إنسان يكون شجاع طبعا فبرز داود فاستهزأ به جالوت تمينا تأمشي تمام فسيدنا داود بتوفيق من الله عز وجل أخذ حجرا وبتوفيق الله عز وجل دربه في رأس عدوه فلقه وقع ميتا وقتل داود جالوت وانتصر طالوت بمن معه ورجع حرار الأرض والعرض والأولاد وصار داود زوج بنت طالوت ورزقه الله النبوة والملك اللي اتنين مع بعض هو الأول كانت النبوة الوحدها والملك الوحده أول من رزقه الله النبوة والملك مع بعض سيدنا داود ثم ولديه سيدنا سليمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر